وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة وسلام على عباده الذين اصطفى رحياكم الله وإخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد بقي عندي الأخت أم سيف من العراق بقي لها السؤال أبو العباس من السودان محمد من الأردن ضاق الوقت بالأمس عن الإجابة على أسئلتهم الأخت أم سيف من العراق طبعا سألها ثلاث أسئلة في سؤالها الثالث تقول عندها أخت كبيرة في السن ستينية تقول يعني عمرها في الستين أو أزيد تقول هناك شاب من غير أهلها في البيت عمرها ثلاث عشر سنة تقول ممكن يدخل عليها وهي غير متحجبة يا أختي أم سيف بارك الله فيك ورضي عنك أولا بالنسبة للمرأة الكبيرة التي يصدق أن يطلق عليها من القواعد يجوز أن تضع حجابها المقصود تكشف وجهها لا بأس تكشف يديها مثلا قدميها المرأة الكبيرة اللي في السن لأن الله تعالى قال والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهم غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم يعني الأفضل والأكمل والأحسن والأولى إنها تستعف أمام الرجال الأجانب بمعنى أنها تتقيد بحجابها وبأمورها وهذا يدلنا على أن الشريعة أحيانا لما تبيح شيء تبين ما هو الأفضل حتى لو كان مباحا لكن بعض النساء الكبيرات يشق عليها الحجاب يصعب عليها يعني عندها ضيق في التنفس عندها إشكالات كبيرة كبيرة في السن ما تشتهى ولا تطلب ولا ينظر إليها فيجوز لها للأسف الشديد الآن بعض الناس توسع ربنا جل وعلا قال ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة توسع للأسف بعض الناس فأصبح يقبل العجائز هو أجنبي عنها وأصبح يلمس مثلا ويلامس ويصافح الأجاء وهو أجنبي عنها وأصبح يخلو بها هو الله عز وجل رخص شيء واحد وهي أن تضع ثيابه يعني الغطاء الذي على وجهها يعني تكشف يديها أما كشف الرأس فبالإجماع إجماع على حرم ذلك حتى لو كانت المرأة من القواعد وحكى هذا كثير من أهل العلم أنها تسترش عن رأسها والله عز وجل قال وأن يستعففنا خير لهم يعني تبقى على حالته فيأخذ الفاضل إذا كان هذا الولد اللي عمره 13 بالغ ويفهم هذه المعاني فيجوز أن يدخل عليه ويكاشف وجهه أما إذا كان يعني صغير ما زال ولم يبلغ لأن الأطفال من لا يبلغ إلا بعد 15 سنة ما في حاجة يعني أنها تتحرز عنه أكثر يعني تتحرز عنه على أنه بالغ وإنما يعني تكون بطبيعتها العادية والعباس بارك الله فيه من السودان يقول بأن جدة توفيت وهو يريد أن يأخذ عمره عنها يقول أنا اعتمرت لكني ما حجيت يجوز نعم يجوز العباس بارك الله فيك ورضي الله عنك وكثر الله أمثالك طيب والله أني أسمع مثل هذه الأسئلة والناس يهتمون بموتاهم من حيث الحج ومن حيث العمرة ومن حيث الصدقة ومن حيث الدعاء العباس ما شاء الله ما نسي جدته قال أريد أن أعتمر عن جدتي هو اعتمر يجوز لك أعتمر عنها وليس شرطا أن تكون قد حججت سابقا هذاك في الحج إذا أردت أن تحج عنها لا لا بد أن تكون قد حججت عن نفسك أما العمرة فما دام أنك اعتمرت عن نفسك يجوز لك أن تعتمر عن جدتك بارك الله فيك العباس يسأل يقول بالنسبة للصور هل يجوز الاحتفاظ بها في الجوان أخي الفاضل بارك الله فيك بالنسبة للصور التي ذكرت أنت لأهلك وأولادك وشيء من هذا القبيل هذه مسألة خلافية بالنسبة للصور التي تؤخذ عن طريق الكاميرا الحالية من أهل العلم أن يمنع ذلك ويرى بأنها تندرج تحت نصوص الوعيد الواردة في تحريم الصور ومن أهل العلم يقول بالنسبة لصورة الكاميرا صور الكاميرا الحالية هذه أو ما يسمى بالفوتوغرافي قالوا هذا ليس للإنسان عمل فيها وليس دخل وإنما هذا حبس للظل حبس للظل ولذلك تجد يعني عندنا خلاف بين العلماء المعاصرين منهم من يمنع ومنهم من يبيح طبعا هذا في ذوات الأرواح الكلام على ذوات الأرواح يعني مثل صور أطفال وكذا اللي يظهر لي والله أعلم أن المسألة واسعة يعني لا بأس بهذا لا بأس يعني وإن كان الإنسان أراد أن يحتاط لا بأس وأنا أفضل بأن لا يتوسع الإنسان لا يتوسع فيه مثل هذا لكن لو حصل ما يدخل في التحريم إن شاء الله أتفضل إن شاء الله يا محمد أرجع لك من الأردن أتفضل يا أمت الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندي عدة أسئلة أفضل أختي سؤال الأول أنا أصل الصلاة كلها الضحى وصلة الظهرة والنافلة اللي قبل الظهول تصور محدودة من الصور الكثار في القرآن هل يجوز ذلك تكريرها كل يوم إن شاء الله سؤال الثاني في حديث سمعته من أحد الشيوخ يقول إن الله سبحانه وتعالى يقول ما ترددت في شيء أنا فاعل وتردد في قبل نفس عبد المؤمن هو يقرح الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له من ذلك ولي رجع عند هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزي البرنامج يجي في أوقات الصلاة عندنا في السعودية ما يمدينا نتمكن مشاهدته بل كامل ووقت الإعادة يجي الصباح ونحن عندنا مشاغل يعني اللي في عمله ولي ما يمدينا فلو سمحت إما ترجع الوقت نصف ساعة أو الوقت يكون الإعادة في وقت يكون مناسب وهو ساعة ثمانية مساء بتوقيت الشارقة والله جاءنا أيضا اتصال أيضا من البحرين وإيضا من الكويت وقالوا نفس الكلام لكن إن شاء الله بحول الله إذا ما عمد يعني بس بعد يعني تأجيل المساعة فتكون الإعادة إن شاء الله يكون مساءة وسيتغير قريبا يا أختي في هذا سيتغير قريبا تقريبا نصف ساعة ما القريب بحول الله إن شاء الله الله يزيب الله يحفظ مرحبا أختي الفسد عم الله مرحبا مرحبا تضلي مريم من الكويت السلام عليكم عليكم السلام يعطيك العافية يعافيك أنا عندي الوالدة تافر يعني من الكويت من مزرعتها في سعودية تقريبا 300 كيلو في المزرعة هنا كان لها بيت لها مقاني قامة هل تكسر أم لا تكسر كم من 300 كيلو تفر يعني من الكويت لسعودية إن شاء الله يا مريم بخالد ها راحت بخالد فضلي يا فاطمة السلام عليكم عليكم السلام ما حكم قول اللهم بلغنا رمضان لا فاقلين ولا مفقودين هل يجوز أم لا إن شاء الله سؤال الثاني جلسة التورط هل هي للمساء والرجال وما هل هي واجبة أم سنة في الصلاة بشرية فاطمة سؤال ثالث اللهم اجعل يوم قبل يوم مثلا شب شخ إذا يقول اللهم اجعل يوم قبل يوم هل يجوز هذه الكلمة أم لا شاء الله يا فاطمة شكرا مرحبا مرحبا تفضلي فاطمة من العراق عليكم السلام عليكم السلام رحمة الله عيوني شيخ عند أختي مريضة و أدعي التابعة تقولها كل ما نسوي جاهل على أخذ منك هذه شلون أختك مريضة اش فيها هي هذه التابعة لحقتها بأطفال قاعدتها بنومتها و المضروح هي لحقتها و عندي ثالثة ندم و دحم عليك عيوني أصبري 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 يا فاطمة أصبري الله يرضى عليك بالنسبة لأختك هذه هي ترى التابعة تشوفها تكلمها ولا فقط تخيلات لا 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 شوفها أيوة شوفها شوفها نهار نهار و دي هي أقبالها طيب هل فقدت أحد من أولادها فقدت أثنين من ثلاثة أي ثلاثة فقدت طيب تقرأ نفسها قرآن ذهبت إلى أحد المشايخ العلماء ذهبت أمي يقول لها أمي هي شيء وش يقول لها شو يقول لها أمي هي هي تابعة وراش تأخذ أطفالك طيب الآن وش المطلوب بالنسبة لها ماذا تريد أريدك نافيحة من عندك دوة عدادة الله ينطيك العافية وعند أخته الثانية أخته هاي تسوي السدر دائما أريدك ناتيجة عدها فارق شلون يعني تغتسل بالسدر ها إي 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 جاي تغتسل سيدي تشعو اشوف أم شوكتي بيين عدها الفارق شنا دائما بدي تسعى هذا مش اسم العلاج إن شاء الله فاطمة عندك سؤال آخر والله عندي آريد رقمك الخاص هذا موجودة أبدا ما ينطوه لنيا لا ينطوك إياه إن شاء الله هلحين عطوه إياه لو سمحتو تفضل أم عبد الله مرحبا شيخ السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله بغيت أعرف حكم الزوج اللي يصرف على الناس وما يصرف على بيته رغم أن زوج تناد داوم كل شيء في البيت يقولها ما عندي وكل شيء خربان ويقولها ما عندي وهو يصرف على الناس وجد دامه وهي تشوف يصرف على الناس يعطي الناس ها يعطي الناس كل شيء عنده يصرف على الناس كل بيزاته وحق بيتها يقول ما عندي طيب اللي على بيتها الضروريات ولا الكماليات ولا ضروريات وكماليات فيه شيء مصروف البيت أغراض البيت البيت كل شيء فيه خربان ما يسوي أي شيء في البيت مما تم في البيت مولية الله يهدي يا رب إن شاء الله تسمعين الجواب أختي الله يخليك مرحبا فاضلا محمد السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله بركاته شيخنا الفاضل والله أحبك بالله أحبك الله يا أخي وأنا دائما أحكي معك الله يحييك أنت صاحب سؤال الرياء أي والله إن شاء الله تسمعي بعد شوي الله يزاك الخير مرحبا سؤال يا شيخ اتفضل يا شيخ أود أن تسلنا معنا القنوط من رحمة الله القنوط ها القنوط من رحمة الله إن شاء الله جزاك الله خير الجزاء مرحبا مرحب محمد هلا بك هلا طيب أكتفي بهذا القدر محمد طبعا من الأردن اللي آخر اتصال اليوم سألني بالأمس في آخر البرنامج يسأل يقول يريد كلمة عن الرياء وما معنى الرياء وحكم الرياء وشيء من هذا القبيل محمد بارك الله فيك أولا بالنسبة للرياء هو أن يبتغي الإنسان الدنيا بعمل الآخرة هذا باختصار يعني الرياء أن يبتغي الإنسان الدنيا بعمل الآخرة فيقوم فيعمل عبادة أو طاعة هو لا يريد الله ولا يريد الدار الآخرة وإنما يريد ثناء الناس يريد السمعة يريد حتى يقال والله عنه ما شاء الله العابد الزاهد المحسن الكبير الورع من هذا القبيل هذا هو معنى الرياء ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية الرياء وحذر منه وسمىه الشرك الأصغر وقال بأنه أخفى من دبيب النمل لماذا؟ لأنه مسألة قلبية مسألة ليست ما يمكن أن يعرفها ولا يطلعها إلا الله عز وجل علام الغيوب هو الذي يطلع على ما في القلوب ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أدلكم على ما هو أشد من فتنة المسيح الدجال قالوا بل يا رسول الله قال الرياء يقوم الرجل فيصلي إلى آخر ما قاله عليه الصلاة والسلام يعني يراء الناس والرياء من صفات المنافقين نسأل الله العافية والسلام ولذلك قال الله جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسال يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل ويقول جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ولذلك الرياء يبطل يفسد العمل كما يفسد الخل العسل الرياء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل ولذلك الرياء يعني مسألة غاية في الخطورة النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أول من تسعر بهم النار ثلاثة أولا رجل قرأ القرآن وتعلم العلم فيؤتى به يوم القيامة فيقال ماذا عملت فيقول يا رب قرأت القرآن في سبيلك وتعلمت العلم في سبيلك فيقول الله له كذبت وتقول الملائكة كذبت لكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ ثم يسحب على وجه فيلقى في النار ثم يؤتى برجل يتصدق فيؤتى به يوم القيامة يقول ماذا عمل قال يا رب تصدقت في سبيلك وأنفقت في سبيلك فيقول الله له كذبت تقول الملائكة له كذبت إنما تصدقت ليقال جواد وليقال كريم وقد قيل ثم يسحب على وجه ويلقى في النار نعوذ بالله ثم يؤتى بالثالث فيقال ماذا عملت قال يا رب قاتلت في سبيلك حتى استشهد فيقال له كذب يقول الله لو كذبت تقول الملائكة كذبت فيقول الله لكنك قاتلت ليقال شجاع وليقال جريء وقد قيل ثم يسحب على وجه فيلقى في النار ودأجل هذا كان السلف الصالح يخافون من الرياء يحذرون من الرياء يقطعون كل السبل والطرق التي تؤدي إلى الرياء ولذلك للأسف الشديد بعض الناس أصبح عنده خلط في هذه القضية أصبح بعض الناس عنده وسواس من قضية الإخلاص وفي ناس عنده تساهل في قضية الرياء ولذلك أجمل كلمة قالها الفضيل بن عياض رحمه الله حتى أصبحت عنوان عريض وقاعدة عامة يستشهد بها العلماء يقول ترك العمل لأجل الناس رياء وترك العمل من أجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما أن يعافيك الله منهما هذا والإخلاص ولذلك ربنا جل قال فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص قل جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيم قل جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنية وفي لفظ بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى الرياء هو مثل ما ذكرت أنك تريد الدنيا بعمل الآخرة فمثلا يعني بعض الناس الآن يريد أن يتصدق فهو لا يريد أصلا يستشعر ويستحضر الله عز وجل والجنة والدار الآخرة والثواب وأن ملائكة يسجلون لا هو يتصدق حتى يقول الناس ما شاء الله فلان المحسن الكبير فلان الجواد الكريم بعض الناس يصلي إذا صلى لوحده في البيت تجد يعني يصلي بشكل سريع وإذا جاء في المسجد يقول ها حتى الناس ما يقولون كذا فيصلي لأجل الناس صلي بخشوع بطمأنينة حتى يقول والله فلان صلاة مضبوطة صلاة طيبة لكن إذا خلى بينه بين الله عز وجل تجد صلاة لعب وعبث نسأل الله العافية والسلامة وقس على هذا قس على هذا ولذلك المسلم يخفي عمله المسلم دائما يخفي عمله وعليه أن يتأكد ويتيقن بأن الله عز وجل لا يضيع من أجر من أحسن عمل أبدا لا يضيع لعني إذا الآن بعض الناس يقول والله بغا الناس يشوفوني حتى إنما يضيع عملي لا ضاع العمل إذا كانت يضاع العمل أما إذا كان قصدك الله والدار الآخر فليضيع قال جل وعلا أحصاه الله ونسوه أنت أنت يوم القيامة تأتي وناسي أعمال كثيرة صالحة فالله يجيبها لك أن تنساها لكن الله يحصيها ويحفظها ويجيبها لك يوم القيامة والمرائي ما رأيت أعجب من المرائي يجمع على نفسه مفسدتين المفسد الأولى ذهب الأجر خلاص راح الأجر والمفسد الثاني بقاء التعب بقاء التعب والنصب فالمال اللي راح خسارة لأن الله ما قبله ما قبله والعمل اللي تعبه خسارة لأنه اجتهاد وقام يصلي مثلا يقول للناس كذا هذا المعنى وكلمة أوجهها لبعض أخواني وخواتي وأبنائي وبناتي وهي حقيقة مهمة ما نغفلها بعض الناس يسمع عن الرياء فيصيبه وسواس ويبدأ يترك العمل خوفا من هذا هذه مصيبة ثاني هذه مصيبة ثاني الرياء الإخلاص طبعا سهل جدا أن تبتغي العمل أن يكون عملك لله عز وجل فإذا أثنى الناس عليك ها فتلك عاجل بشرى المؤمن ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن الرجل اللي يعمل العمل ويخفيه فيثنون عليه الناس يسمع الناس يقول ما شاء الله فلان عالم وفلان طالب علم وفلان من أهل القرآن وفلان من أهل الصلاة يقول أكره هذا الشيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن الله عز وجل أجرى الحق على ألسنة هؤلاء فأثنوا عليك هذه ما لا علاقة بالرياء يذكرون قصة عجيبة يعني قرأتها في بعض الكتب يقول رجل قال والله لأعملن عملا بيني وبين ربي يتحدث عنه الناس يقول بينه بين ربي في البيت فقام يصلي الليل كله فلما أصبح ومر على الناس سبحان الله الناس ينظرون إليه شزرا وبعيون تمقته حتى يسمع بأذنه قالوا شوف هذا المنافق هذا المرائي سبحان الله استغرب كيف يقولون ما أحد يدري لأن نية فاسدة فتاب إلى الله وأخلص النية لله وبكى على ذنبه وعلى خطيئته وصار عملا لله فكلما مر بمجلس أثنوا عليه خير قالوا ما شاء الله الله مبارك الله يكثر أمثاله هذه الأخلاص الأخلاص مسألة دقيقة جدا الأخلاص يجعل العادة عبادة الأخلاص يجعل العادة عبادة لم ينوي الإنسان فيها العمل لله والرياء يفسد العبادة حتى تصبح لا شيء ولذلك ربنا جل وعلا قبل أعمال المخلصين وإن كانت يسيرة وباركها وأبطل أعمال المنافقين وإن كانت كبيرة لأنها والعياذ بالله على رياء فمسجد الضرار اللي بناه المنافقون بنوه قبل غزوة التبوك بنوه لمحادة لله ولرسوله وللإفساد أصبح مزبلة ليش لأنه افتقد إلى الإخلاص فالله عز وجل أمر نبيه بأن يهدمه فأرسل مجموعة من الصحابة فأحرقوه ليش لأن الله أطلع نبيه على أن هذا المسجد اللي بناه المنافقون ليس على إخلاص ولا على تقوى وإنما هذا مسجد للإفساد للتجمع وللإضرار بالمؤمنين لكن أرادوا إضفاء شرعية إضفاء شرعية لفسادهم لكن شوف الأعمال البسيطة من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه لله شوف اللام يعني خالصا لله بنى الله له بيتا في الجنة فيا أخواني بارك الله فيكم احرصوا على على الإخلاص واحذروا من الرياء ونحن في وقت وللأسف الشديد طبعا مع هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية التصوير وكذا أصبح للأسف بعض الناس يعرض عمله للآخرين يعرض عمله عبر السوشال ميديا مثل ما يقولون يعرض عمله عبر هذه التقانات وهذا غلط وفيه مسألة أخرى سبق أني نبهت عليها للأسف بعض الناس يبغى الخير لكن يفسد أعمال وناس مخلصين يتتبعون بعض الصالحين بعض الأتقية الأنقية اللي في حالهم يروحون يصورونهم يقولون خبرنا أنت كم تختم في اليوم عفوا كم تختم في الشهر فيروحون يدلون الناس عليه هو رجل تقي وخفي الله عز وجل يحب الأتقية الأخفية فما في داعي أو تقول والله فلان كم بنيت من مسجد وفلان كذا حتى لو كانت النية طيبة تشجعون الناس لكن ما ينبغي اتركوا الناس وما هم عليه فالله هو الذي يظهر أعمالهم أمت الله من السعودية تقول أنا أصلي الحمد لله الضحى والسنن القبلية والبعدية لكن ألتزم صور قصيرة معينة يجوز يجوز ما فيه شيء لو ما قرأت الصور القصيرة هذه ما عليك الشيء فلو التزمتها مما تحفظين ما عليك الشيء والحمد لله أمت الله تسأل عن صحة حديث ما ترددت في شيء ترددي بقبض روحي عبدي المؤمن يكره نعم قبض عبدي عبدي نفس المؤمن أحب لقاءه وكذا إلى آخر الحديث نعم هذا الحديث أخت الفاضل حديث صحيح وهو من الأحاديث القدسية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترددت في شيء ترددي في قبض روحي عبدي المؤمن مريم من الكويت تقول الوالدة تسافر إلى مزرعة في السعودية المزرعة تقريبا 300 مسافتها من الكويت إلى السعودية 300 كيلو تقول عندها بيت وتقعد فترة من الزمن هناك تقول هل تقصر وتجمع أختي مريم الله يرضى عليك خبر الوالدة قولي لا تقصر ولا تجمع إذا وصلت المزرعة لماذا لأن إقامة ثانية لها فما دام عندها بيت وتسكن هناك ومرتاحة في المزرعة تقعد لها أيام فهذه إقامة ثانية إقامة ثانية أما في الطريق من الكويت إلى السعودية تقصر وتجمع الحمد لله لكن إذا وصلت خلاص أصبح لها إقامة ثانية إقامة ثانية تقول لي والله ما عندها بيت في المزرعة طبعا أنا أفترض ما عندها بيت وتقعد يوم يومين ثلاثة وترجع نعم تقصر وتجمع أما إذا وجد وجد بيت وجد مثلا فلا داخل المزرعة وجد بيت أي بيت وتستقر فيه لا تقصر ولا تجمع لأنه يصدق عليها أن هذه إقامة لها كما أنها مقيمة في الكويت فاطمة تسأل عن هذا الدعاء اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين أخت الفاضلة أولا المؤمن دائما يسأل الله عز وجل أن يبلغه والخير أن يبلغه والخير وذلك يسأل اللهم وفقني وارزقني أحسن الأعمال والأقوال والأخلاق واهدني لها لا يهدي لأحسنها إلا أنت اللهم اصرف عني سيئة الأعمال والأقوال والأخلاق لا يصرف عني سيئة إلا أنت اللهم اجعل التقوى لي أربح بضاعة اللهم ثبت قدمي يوم تقوم الساعة اللهم لا تجعلني في دنياي من أهل التفريط والإضاعة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذه أدعي طيبة يدعو الإنسان دائما اللهم يا رب اجعل خير أعمالي خواتيمها وخير أيامي يوم ألقاك اللهم اجعل يومي خيرا من أمسي وغدي أفضل من يومي أدعي طيبة لكن هذا الدعاء اللهم بلغنا رمضان قول اللهم بلغنا رمضان طيب اللهم بلغنا رمضان من دون اعتقاد أن النبي سلم قاله لأن الحديث الوارد في هذا ضعيف لكن زيادة غير فاقدين ولا مفقودين هذا الكلام باطل هذا الكلام فيه اعتراض على قدر الله هذا الكلام فيه اعتداء على يعني ما قدر الله عز وجل وقضى كيف غير فاقدين ولا مفقودين الأمور بيد الله عز وجل الإنسان نفسه ما يدري يعيش إلى الغد ولا لا الله عزيز يقول لكل أجل يقول جل وعلا لكل أجل كتاب يقول جل وعلا فإذا جاء جل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولذلك هؤلاء الذين يرون على أنه حديث هذا حديث باطل غير صحيح منكر لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام لا فاقدين ولا مفقودين فيترك هذا الدعاء بارك الله لكن اللهم اللهم بلغنا رمضان وطيب اللهم بلغنا شعبان بعد شعبان في عبادة وفيه صيام وفيه خير اللهم بلغنا شهر ذي الحجة هذا المعنى صحيح أنا أفهم أن رمضان هو يعني واسطة عقد الشهور والأيام وفيه من المستودع الحسنات وكنز الخيرات وينبوع البركات وفيه من الأعمال الصالحة التي يخرج منها الإنسان نقي بإذن الله عز وجل من الأوظار والذنوب والآثام لكن هل فعله النبس سلم هل قاله يجوز بشكل عام يا رب تبلغنا رمضان يا رب توصلنا رمضان يا رب أنك تعيني على الصيام وقيام لكن فاقدين لا فاقدين ولا مفقودين هذه تجتنب بارك الله فيك فاطمة تسأل عن صفة التورك أولا من حيث الحكم والثاني هل تشترك المرأة مع الرجل في هذه العبادة أخت الفاضلة أولا بالنسبة للتورك حكمه سنة وليس بواجب ولا فرض حكمه سنة التورك حكمه سنة ثانيا صفة التورك هو أن يدخل المصلي رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى في التشهد الأخير في كل صلاة لها تشهدان في التشهد الأخير فقط في أصح أقوال أهل العلم لأن المسألة فيها أربعة أقوال هذه المسألة في أربعة أقوال الأدلة الصحيحة تشير إلى أن التورك يكون في التشهد الأخير لكل صلاة فيها تشهدان يعني صلاة الفجر لا ما تتوركين صلاة السنة ما تتوركين لكن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء تتوركين في التشهد الأخير وصفة مثل ما ذكرت تجعلين رجلك اليسرى تحت ساق رجلك اليمنى أما من حيث الاشتراك بين الرجال والنساء نعم فيا خواتي بارك الله فيكم المرأة كالرجل في مسألة الصلاة سواء بسواء مثلا بمثل صفة بصواء ما فيه ما تختلف المرأة عن الرجل بعض الفقه يقولون يعني المرأة تلملم نفسها إذا كانت تصلي بمشهد رجال يقول تلملم نفسها يعني وهذا ما عليه دليل هذا ما عليه دليل ما دام أن المرأة تصلي في بيتها طبعا حتى أنها تجافي عضوديها عن جنبيها وبطنها عن فخذيها يعني مثل الرجل لأن كانت هذا صلاة وما ثبت أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه للرجال دون النساء النساء والرجال سواء في مسألة الصلاة ولذلك قال عليه الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي رفع اليدين وضعها على الصدر بهذه الطريقة الإشارة بالسبابة كذلك التورك وبقية صفات الصلاة تفضلوا فاطمة طيب فاطمة تقول يعني تسأل تقول هل يجوز للإنسان أن يقول لشخص مثلا يحب الله مجعل يومي قبل يومك أخت الفاطلة الذي يظهر بأنه لا بأس يعني هذا من يعني التفدي مثل ما قال الإمام أحمد ذكر عنه بأنه قال يعني لرجل فديتك مثلا ومذكور هذا عن السلف وبعض الناس يقول يعني أسأل الله يجعل يومي قبل يومك وشيء من هذا القبيل يعني هذا هو لا يغير قدر الله عز وجل هذا لا يغير قدر الله عز وجل لكن هذا من باب التودد والتحبب وبيان درجة منزلة منزلة الرجل عند الآخر لما يقول مثل هذا الكلام وإن كان الأولى والأكمل والأفضل أن الإنسان يبتعد عن هذه الألفاظ لكن لو قالها ما أعتقد أنه يعني فيها مانع شرعي بارك الله فيك لكن مثل ما ذكرت الأفضل الإنسان يدعو للشخص مثلا إذا أحب شخصا الله أسأل الله تعالى أن يطيل عمرك على طاعته أسأل الله تعالى أن يواليك الصحة والعافية أسأل الله تعالى أن يبعد عنك الفتن ما ظهر منها سوء الفتن ما ظهر منه بطن أسأل الله تعالى أن يختم لنا ولك بخير أسأل الله تعالى أن يجعلك من أهل السعادة تعيش الحياة السعيدة هذه أدعية طيبة بارك الله فيك تفضلوا أمم محمد تفضل يا أمم محمد السلام عليكم عليكم السلام يا شيخة بسأل أنت عندها مبلغ لبوها سابق من هي هذه قبل يحط عندها عند بنتي بنتك أيوة وهالحين الرجال ما عند قال رفحي يعني كن عمره سنة يقول البنت تسعى تقول أقدر أحفر له بيل منه أقدر أعطي شي منه أقدر أنا أخذ منه قال الله همانا قبل يوم أنه صاحق قال هذولي أمانا وعنده عيال غيرها إيه والله عنده الحمد لله يا لبنات ومظفين إن شاء الله ما أدري أنا نمون عليه أن نأخذ منه أبشر المحمد تسمعين الجواب مرحبا أمريضا من المغرب يا أمريضا من المغرب راحت خضلي أحمد السلام عليكم عليكم السلام حالة الشيخ طب حالك يا مرحبا سهل و سهل أحمد يا شيخ أنا عندي الوالد في عنده بعض بعض الأصدقائي بعض الأصدقائي بعض الأصدقائي يسونوا ياغوا في المسجد في الميلس وهذا في واحد منهم الوالد يعني ما يبغي يتكلموا يليه الوالد فهو الرجل هذا يسلم على الوالد لكن الوالد ما يبغي يتكلموا يليه ويوم سألتا قلتا ليش أبوي ما تبغي تتكلموا يليه يقول زمان يعني مثل ما تقول الوالد كان متأذي مني عرفت من ناحية المواشاة ومواشاة الأشياء هذه فالوالد الآن خالص مثل ما تقول القلب برد فالحين سؤال الوالد يقول الحين أنا ما بغي أتكلم بس بيني بيني وبيني السلام هل أحين إذا أسوي أنا هذا الشيء الأعمال طبعا يقول تعرض كل أثنين وكل خميس والوالد فاتح مجلسه ومضيفه وبيته للناس الوالد هي للريال بس نحن نشوف أن الوالد ما يتكلم أنا أقول أبي ليش ما تتكلم يقول بس أحمد ما بغي أتكلم طهي ليش إذن قال بس ما بغي أتكلم بس خليه يقعد يسولف لكن كسلام أنا ما بغي أتكلم إن شاء الله يا أحمد أبشر وضحت سؤال صحي فيه واضح هنا واضح الله يرضى عليك والجماعة هي يا شيخ كلهم يسلمون عليك الله يسلمك وإياهم يبارك في الجميع فضل أبي ياسين فرنسا جزاك الله وخير أهلا وسهلا تفضل يا أبي ياسين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يبارك فيك قبل كل شيء أشكوكم وأحسن الله سبحانه وجل وعلا أنه جايزي كل خير جايزي خيرا كل من كان سبب في نجاح هذا البرنامج آمين جزاك الله خير بارك الله فيك سؤال الأول الذي يبارك لك الاحتفال بأعياد الميلاد إن شاء الله ما هو الحكم فيهم هذا أبشر سؤال الثاني إنسان يشتري سيارة بألف ويبيحها بألفين أو بأكثر فما هو الحكم في هذا إن شاء الله سؤال الثالث ما هو الأبر لدفن الميت في البلاد الأصلي وهذا يتطلب إجراءات مدة أسبوع تقريبا أم دفنه من الغد في فرنسا مع العلم أنه توجد ناحية خاصة للمسلمين في مقبرتهم إن شاء الله يا أبو ياسين ختاما أني مقيم في فرنسا منذ خمسة وربعين سنة وليه موضوع خاص اسمح لي بمد رقمكم الخاص جزاكم الله عننا خير الجزا سأعدوا أعطوا رقم أبو ياسين يا أبو ياسين جميع الأخوة المخرج يقول لي صعب أعطي الرقم الآن ممكن تتصلون مرة ثانية وإن شاء الله يعطونكم الرقم بحول الله إن شاء الله أهلا وسهلا أهلا وسهلا طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أرجع إلى الأسئلة فاطمة من العراق بارك الله فيها تقول عندها أخت مريضة ومعها تابعة تهددها دائما بأنها ستقتل أولادها قتلت لها ولدين تقول ما حكم طبعا الأخوة اللي يمكن يستغربون معنا التابعة طبعا هي القرين القرين أو الجن الذي معها هكذا اللي أفهم من كلام الأخت فاطمة أخت الفاضلة بارك الله فيك أولا بالنسبة للجن ظلمة ويعتدون ولذلك الأصر في الجن أنهم عدو لجنس بني آدم ففيهم من الظلم والاعتداء والبغي الشيء المعروف فإذا تمكنوا من الإنسان آذوه وأضروه ولذلك ربنا جل وعلا قال إن الشيطان لكم عدو فاتخدوه عدو ويقول جل وعلا ويا أيها الناس يقول جل وعلا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين عدو مبين ولذلك الشيطان عدو ومتى ما إن وجد فرصة يؤذي فيها الإنسان يؤذيه سواء بالتلبس أو بمثلا الأذية في أولاده الأذية في بدنه مثلا الأذية في حتى ماله ماله مثلا وهذا موجود ومعروف منذ قديم الزمان ولذلك لا يستغرب الإنسان حينما تتكاثر النصوص في القرآن والسنة في الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم وفي كثرة الأذكار والأدعية والتعويذات الشرعية التي يعتصم بها الإنسان من الشيطان وشره وتوهينه وكيده ومكره ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك بالنسبة لأختك هذه يجب عليها أن تلجأ إلى الله عز وجل وأن تعتصم بالله سبحانه وتعالى وأن تتوكل على الله وتفوض أمرها إلى الله وأن تكثر من القراءة قراءة الآيات القرآنية التي فيها طرد لهؤلاء الجن وكذلك تعتصم بالأوراد الشرعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام فلذلك أخت الفاضلة أولا أولا أول الخطوات يجب على أختك أن تخلص النية والعمل لله عز وجل وأن يكون قلبها متجه لله ليس في قلبها تعلق بمخلوق لا بقبر ولا بشجرة ولا بجن ولا بولي ولا حتى بنبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام إنما تعلق قلبها بالله عز وجل من أكثر المداخل التي يدخل فيها الشيطان على ابن آدم حينما يكون عند الإنسان شرك أو بدع أو تعلق بغير الله ولذلك الشيطان يجد منفذا من هذا الباب ويدخل على الإنسان فيؤذيه يؤذيه ويضره لماذا؟ لأن أصلا الذي عنده شرك بعيد عن الله عز وجل يتعلق مثلا بالمقبورين يسألهم من دون الله أو يتعلق بالأضرحة أو يتعلق بالمقامات المقامات الأولية مثل ما يقولون ويزعمون هذا إيمانه مهلهل أعرج ضعيف ما لقيمة ما لقيمة عند الله عز وجل وأعماله كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورة ولذلك الذي بيده النفع والضر والإعطاء والمنع والخلق والإيجاد والإيمات هو الله عز وجل وحده لا شريك له لا شريك له لذلك ربنا جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام ولقد أوحي إليك يعني يا محمد وإلى الذين من قبلك يعني من الأنبياء لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن منه الله أكبر أنم سلم حاشاه هو اللي علمنا الإسلام وعلمنا الإيمان والتوحيد لكن الله عز وجل لا يقبل حتى لو كان من نبي لا يقبل الشرك حتى ولو كان من نبي فلذلك يا أخت الفاضلة اجعلها تقوي إيمانها بالتوحيد والإيمان والتعلق بالله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه ولذلك سيهزم الشيطان ويولي لا يلوي على شيء بمجرد أن تعلق قلبه وتقوي الإيمان والتوحيد اللي في قلبه تجد بإذن الله الشيطان ينهزم من أول جولة الأمر الثاني عليها الإكثار من قراءة القرآن لا سيما الآيات القرآنية التي هي رقية مثل الفاتحة مثل آية الكرسي وكذلك القواقل الثلاثة باستمرار باستمرار كذلك عليها الإكثار من ذكر الله عز وجل تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى لا سيما قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولو الحمد وهو على كل شيء قدير أيضا عليها بارك الله فيك مثل ما ثبت عن السلف أنهم كانوا يأتون بسبع ورقات سدر مثل ما تفعل أختك هذه لما تفعل لا تفعل من باب التجربة تقول الله أشوف يظهر ولا ما يظهر لا تأتي بسبع ورقات سدر ثم تخلطها بالخلاط أو تدقها بين حجرين وتضعها في ماء أو تغتسل منها كل يوم مرتين أو ثلاثة أو أكثر وهذا بإذن الله سبب من أسباب طرد هذا التابع عنها بحول الله وقوته وكذلك طلب العلم الشرعي إذا أمكن أختك تطلب العلم الشرعي تقرأ في تفسير القرآن تقرأ في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تقرأ في سيرة النبي في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله بإذن الله سبب من أسباب محاصرة الشيطان وخنقه والتضييق عليه بحول الله وقوته أولادها كذلك أخت الفاضلة مهم جدا أن ترقي أولادها باستمرار حتى ليش النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إذا أتى أحدكم أهله فليقول بسم الله يعني حتى في أحرج المواقف وأضيقها العلاقة الحميمية بين الرجل وامرأة يأتي ذكر الله عز وجل حتى لا يكون للشيطان حظ ولا نصيب فتنبهوا يا أخواني تنبهوا يا أخواتي للأسف بعض الناس الآن عندهم مشاكل لا يدري سببها ماذا السبب معروف الابتعاد عن ذكر الله عز وجل ما في يوم إلا والشيطان الشياطين تجتمع يقولون إذا رأوا الإنسان لما يدخل ويذكر الله عز وجل مثلا يعني في دخوله يقولون فقدنا المبيت ما نستطيع نبيت في هذا اليوم وإذا كان أهل البيت يذكرون الله على الطعام يقول الشياطين خسرنا لا طعام ولا مبيت فيهربون فدائما البيوت لازم ذكر الله عز وجل للأسف الشديد أغلب البيوت لا هي عن ذكر الله ينام الواحد مثل الجثة يرمي نفسه على السريم ما كأنه يعني مسلم نسأله الله العافي يرمي بنفسه هكذا وين ذكر الله وين قراءة آية الكرسي وين قراءة المعوذات وبعض الناس يشكي والله ما أدري من وين الكوابيس ومن هنا الحذام قلوا من عندي أنفسكم وبعض الناس يبتل الآن بمثل الأخت هذه الشياطين تسلطت عليها ليش لأنها ما تذكر الله فالفرصة معاها يا أخت الفاضلة تحرص على ذكر الله تحرص على القراءة الآيات كذلك أختك الثاني نفس الشيء وأيضا آيات التي فيها يعني عصمة بحول الله عز وجل هذه كلها تقرأها وأرجع وأكد إلى تنقية القلب تنظيف الصدر من كل تعلق بغير الله لابد أن يكون القلب خالص لله عز وجل فالقلب بيت الرب جل جلاله لا تشرك مع الله غيره ولا تعتمد أو تخاف أو ترجو أحد غير الله عز وجل وسيأتيها الفرج بحول الله أم عبد الله من الإمارات تسأل عن حكم الزوج الذي يصرف تقول خارج البيت تقول والبيت مقصر مع البيت تقول ما حكمه هذا الجنس من الرجال أخت الفاضلة بارك الله فيك أولا يجب على الرجل أن يقوم على أهله لأن الرجل عليه حقوق وواجبات كما أن المرأة عليه حقوق وواجبات فمن الواجبات المتعلقة بالرجل أن يسكن زوجته في مسكن شرعي خاص لها أن ينفق عليها وعلى أولادها أن يوفر لها الكسوة الثياب لها ولأولادها أن يقوم على تربية الأولاد أن يقوم على حسم كل ما من شأنه أن يفسد الأهل والأولاد سواء في دينهم أو في أخلاقهم هذه واجبات الرجل في البيت ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راعي في بيته ومسؤول عن رعيته ومن جملة ذلك توفير الضروريات والحاجيات فيجب على الزوج أن يوفر الضروريات والحاجيات لزوجته ولأولاده هذا واجب عليه هذا ليس منه ولا تفضل منه هذا أمر أمره الله عز وجل به أمره النبي عليه الصلاة والسلام به فلا يقول والله أنا ما لي علاقة لا له علاقة حتى لو كانت المرأة موظفة هو المسؤول عن البيت ويجب عليه أن يصرف على البيت أما قضية وجود جنس من الرجال يعطي الآخرين ويصرف على الآخرين وبيته محروم هذا عنده مشكلة نفسية يا أخت الفاضل يعني فيه رجال موجودين سبحان الله العظيم عندهم عقد نفسية معينة وسامحيني يقول هذا الكلام لأنه موجود موجود وكثير من الرجال عالج هذا الأمر تجد سبحان الله في البيت بخيل بخل نسأل الله العافية يعني غريب جدا لكن بره يعطي هذا البخل في البيت سببه موقف مع الزوجة سببه تصورات مغلوطة سببه أحيانا افتراضات يفترضه ليس لها رصيد من الواقع ما لا حقيقة فتجد بأنه يعتقد بأن والله الزوجة والأولاد قاعدين يستنزفونه وأن الزوجة قاعدة تفسد في المال وتخرب في المال وغير صحيح هذا الكلام فتجده يطلع بره لكن في الداخل أبد وبعض الرجال يقول مدام أنا والله قادر على أن يتحكم في البيت ومسيطر على البيت يضغط في هذا الجانب وبعض الرجال للأسف عنده نية يعني غير جيدة وهي قضية أن الضغط على الأهل والأولاد في مثل هذا الصورة لاعتبارات معينة لحسابات مستقبلية لأشياء كلها يعني من نسج الخيال فيجب على زوجك أن يتق الله وأن يخاف الله الإنسان الآن يروح يصلي النفل ويترك الفريضة سمعته واحد يقول والله أنا ما صلي للخمس صلوات أنا صلي قيام الليل وصلي معقول هذا زوجك مثل هذه الصورة يروح يعطي بالنفل والتطوع للآخرين ويترك الفريضة في البيت علي أن يتق الله وأن يخاف الله وللمرأة الحق الكامل أن تطالبه في ذلك وهذا مطلب شرعي يعني الشريعة أذنت به والقانون والنظام بل العرف عرف العالم كله يعني مع المرأة في مثل هذا الأمر ذكري بالله خوفي بالله تلطفي معه قليله ما تجعله في في مرأتك صدق هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام اللي تحط في فم زوجتك من الطعام وأولادك صدقة تؤجر عليها فكيف إذا أنفقت الضروريات والحاجيات فنسأل الله تعالى أن يهديه زوجك يا أم عبدالله وجميع الأزواج اللي يعانوا مثل هذه المشاكل ها الله المستعان محمد يا محمد من أردن حظك معي يوميا ما شاء الله أمس واليوم أمس آخر اتصال واليوم آخر اتصال إن شاء الله انتظرني غدا يا محمد الله يرضى عليك وأنا أحبك في الله أيضا أم محمد أيضا من السعودية وأحمد من أبوظبي وبوياسي من فرنسا إن شاء الله غدا في أول البرنامج أجيب على أسئلتكم المتبقية السلام عليكم ورحمة الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ترجمة نانسي قنقر